السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا رب تكونوا كلكم بخير انا كريمان ودي قناتي لتعليم الكروشي والتريكو لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشغلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها ان شاء الله للجزء التاني بنشتغل مع بعض مفرش تريكو دائري المفرش بتاعنا كتره اتنين وخمسين سنتي بستخدم خيط قطنا حلوان الفتلة بتاعته ستة ميلي ولكن لو انتم عايزين تكبروا مقاس المفرش ممكن تستخدموا فتلة خيط اضخن من كده فهتديكو طول اكبر للسطور وده هيخلي معنا المفرش يكون اعرض ممكن يوصل لكتره اه سبعين سنتي زي ما قلتلكم استخدمت خيط قطن حلوان وزن بكرة الخيط مية جرام انا استخدمت تلات رباحة يعني تقريبا في حدود خمسة وسبعين جرام من الخيط وزي ما قلتلكم تقدروا تستبدله خيط قطن حلوان بخيط المنجد برضو فتلة ستة ميلي خيط المنجد بيبقى افضل كتير جدا في الشغل بس في ناس كتير مش بتلاقيه فقطن حلوان بديل لي هنبدأ نكمل مع بعض المفرش وصلنا للسطر الاربعتاشر في الجزء الاول وهنبدأ نشتغل مع بعض السطر الخمستاشر السطر الخمستاشر هعمل تلات غرس سلسلة ارتفاع وهم العمود الاول زي ما اتفقنا دول خمس غرس سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهشتغل في الفراغ ده عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة هنا هشتغل تلات غرس سلسلة بعد كده عندي دول تسعة عمود بلفة انا هشتغل فوق كل عمود عمود بلفة وبعضي غرسة سلسلة واحدة عمود بلفة وغرسة سلسلة عمود بلفة وغرسة سلسلة وهنا عمود بلفة وغرسة سلسلة وهكمل لحد ما يكون عندي تسعة عمود بلفة بعد العمود الاخير بشتغل تلاتة غرسة سلسلة بعد العمود الاخير بشتغل تلاتة غرسة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهشتغل في المكان ده عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة وبعضيهم خمسة غرسة سلسلة هنا هشتغل اتنين عمود بلفة ولكن مش هشتغلهم جوه الغرسة انا هشتغلهم في المكان بين العمودين في المكان ده هشتغل غرزتين عمود بلفة بالطريقة دي وهرجع اقرر نفس الشريحة ديت مرة تانية في المكان ده بكررهم بقى لحد نهاية الساطر بنفس الطريقة كده انا خلصت الساطر اشتغلت خمس غرس سلسلة العمود التاني هشتغله بين العمودين كده وهقفل الساطر في الغرزة التالتة من سلسال الارتفاع الساطر الستاشر هعمل ثلاث غرس سلسلة ارتفاع للساطر والعمود الاول بعديهم خمس غرس سلسلة وفي المكان ده برضو بشتغل عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة كنا اتفقنا مع بعض في الجزء الاول ان الجزءية دي مش بتتغير هتكمل معينا كده لحد نهاية المفرش اشتغلت تلات غرس سلسلة وبين اول عمودين هشتغل غرزة حشو وتلاتة سلسلة وبين العمودين اللي بعديهم هشتغل غرزة حشو تلاتة سلسلة هنا غرزة حشو تلاتة سلسلة غرزة حشو تلاتة سلسلة وبقرر لحد ما يخلص عندي كل العمود ده اخر مكان وبعد كده هشتغل تلاتة غرزة سلسلة وهنا هشتغل عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة وخمس غرز سلسلة وهنا برضو هشتغل اتنين عمود بلفة بين العمودين مش في الغرز بالطريقة دي وهكرر برضو الشريحة دي لحد نهاية السطر من اول الخمس غرز سلسلة دول وعمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة تلاتة سلسلة وحشو تلاتة سلسلة حشو تلاتة سلسلة حشو تلاتة سلسلة حشو تلاتة سلسلة حشو تلاتة حشو تلاتة حشو تلاتة حشو تلاتة حشو وبعد كده باشتغل تلاتة سلسلة. وبعد كده هنا باشتغل عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة. وخمسة سلسلة وهنا اتنين عمود بلفة بين العمودين. هكرر بقى نفس الخطوة دي لحد نهاية السطر. وارجع لكم مرة تانية. كده خلصت السطر. اخر حاجة اشتغلت خمس غرات سلسلة وهاشتغل عمود بلفة بين العمودين. وهقفل السطر في الغرزة التالتة من سلسلة الارتفاع بغرزة المنزلقه. السطر السبعتاشر هشتغل تلات غرز سلسلة. ارتفاع للسطر وهم العمود الاول برضو. وبعد يوم خمس غرز سلسلة. في المكان ده هشتغل عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة. وبعد كده هشتغل تلات غرز سلسلة واحد اتنين تلاتة. هجي هنا هشتغل حشو. هشتغل بعد كده في الفراغات دي. هشتغل غرزة حشو تلاتة سلسلة. حشو واحد اتنين تلاتة. حشو. واحد اتنين تلاتة. بالشكل ده كده. بعد ما خلصه هشتغل تلات غرز سلسلة. واحد اتنين تلاتة. وهنا هشتغل عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة. وبعد دي هم خمس غرز سلسلة. وفي المكان ده كده بين العمودين هشتغل اربعة عمود بلفة بدل ما كنت بشتغل اتنين بس. السطر ده هشتغل اربعة عمود بلفة. بالشكل ده كده. وهكرر بقى نفس الواحدة دي كده لحد نهاية السطر. وينتهي السطر معي بين العمودين هشتغل تلاتة عمود بلفة. والسطر تمنتاشر بشتغل برضو بنفس الطريقة. في الفراغات دي بعمل تلاتة السلسلة ووحدة حشو. وبشتغل بنفس الطريقة لغاية المكان دوت بشتغل في كل عمود اتنين عمود بلفة وغرزة سلسلة واحدة. ده الفرق الوحيد بين السطر السبعتاشر والسطر التمنتاشر. اني بشتغل في كل غرزة غرزتين وبعد دي هم غرزة حشو. كمان عايز اقول لكم انه بداية السطر مختلفة شوية. اني بشتغل في نفس الغرزة اللي انا عملت فيها سلسال الارتفاع. هنا. هشتغل بعد سلسال الارتفاع هشتغل عمود بلفة في نفس المكان. كده خلصت سطر التمنتاشر. اشتغلت اهو في الثلاث غرز عمود بلفة. في كل غرزة اشتغلت غرزتين وبعديهم غرزة سلسلة. وكنت اشتغلت آآ غرزة عمود بلفة بعد سلسال الارتفاع في بداية السطر خالص. في بداية السطر التمنتاشر. بالشكل ده. اتنين عمود وغرزة سلسلة. اتنين عمود وغرزة سلسلة. وسلسال الارتفاع اهو. اشتغلت بعديه على طول عمود بلفة في نفس المكان. بعد اخر عمودين اشتغلت غرزة سلسلة واحدة. غرزة سلسلة واحدة بالشكل ده. وهقفل السطر في الغرزة التالتة من سلسال الارتفاع. كده خلاص السطر التمنتاشر. السطر التسعتاشر هبدأ اعمل ثلاث غرز سلسلة ارتفاع. وهشتغل عمود بلفة فوق العمود بلفة. اللي بعد سلسال الارتفاع. عمود بلفة. بعد كده هشتغل خمس غرز سلسلة. في المكان ده باشتغل كالعيدة عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة. هنا كنت بشتغل تلاتة غرزة سلسلة. السطر ده هشتغل اربعة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة زاد غرزة. هشتغل في الفراغ. حشو. تلاتة سلسلة. حشو. تلاتة سلسلة. هكمل لحد الفراغات كلها ما تخلص. ده اخر فراغ عندي. هشتغل بعديه اربعة سلسلة. وهنا هشتغل عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة. بعد كده هشتغل خمسة سلسلة. هنا هشتغل اتنين عمود بلفة. في كل غرزة. غرزة واحدة. وبعد يوم غرزة سلسلة. ومرة اتنين عمود بلفة. وغرزة سلسلة. كده انا اشتغلت اتنين. بعد كده هعمل في الفراغ ده بينهم اتنين عمود بلفة. هما كانوا اربع مجموعات. كل مجموع مكونة من عمودين بلفة هيبقوا خمسة. يبقى انا زودت مجموع في النص بين الاربع مجموعات. وبعد كده اشتغلت اتنين عمود بلفة وغرزة سلسلة. وبعد كده اتنين عمود بلفة. هكرر بقى نفس الوحدة. الوحدات اللي بعد كده لحد نهاية السطر. خمسة سلسلة. عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة. اربعة سلسلة. وبشتغل حشو تلاتة سلسلة. حشو تلاتة سلسلة. حشو تلاتة سلسلة. وبعد يوم اربعة سلسلة. في المكان ده باشتغل اتنين عمود بلفة. اتنين سلسلة عمود بلفة. وبعد يوم خمسة سلسلة. وهنا باشتغل الجزء ده زي ده بالزبط. هكمل بقى السطر كله لحد نهاية السطر. كده خلصت السطر تسعتاشر. اشتغلت غرزة سلسلة بعد اخر عمودين. وهقفل السطر في الغرزة التالتة من سلسلة الارتفاع. السطر العشرين. هعمل تلات غرز سلسلة ارتفاع. عندي خمس مجموعات كده مكونة كل مجموعة مكونة من اتنين عمود بلفة. بعمل تزايد في اول غرزة منهم. يعني هعمل تزايد في الغرزة بتاعة آآ سلسلة الارتفاع. هشتغل فيها عمود بلفة كمان. والغرزة التانية بشتغل فوقيها عمود بلفة واحد. هنشوف الخطوة دي لما نشتغلها على بعضها. هعمل خمس غرز سلسلة. هنا هشتغل عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة. بعد كده هشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة غرزة سلسلة. واحدة حشو تلاتة سلسلة. حشو. تلاتة سلسلة. حشو. وتلاتة سلسلة. واخر غرزة حشو في الفراغ الاخير. بالشكل ده. كل مرة الفراغات دي بتقل واحد. بعديهم اربع غرز السلسلة. هنا هشتغل عمود بلفة. اتنين سلسلة عمود بلفة. وبعديهم خمس غرز سلسلة. هجي هنا هعمل دول خمس مجموعات. اول عمود بلفة كده هشتغل فيه تزايد. يعني اتنين عمود بلفة في غرزة واحدة. في نفس الغرزة هشتغل عمود تاني. وفوق العمود التاني هشتغل غرزة واحدة بس. غرزة سلسلة واحدة وهكرر. غرزة تزايد وغرزة عمود بلفة واحدة. غرزة سلسلة. وغرزة تزايد. غرزة عمود بلفة. غرزة تزايد. غرزة عمود بلفة. بعد كده غرزة سلسلة واحدة. وفي المجموعة الاخيرة باشتغل غرزة تزايد وغرزة عمود بلفة. بالشكل ده كده. وببدأ اقرر مرة تانية بقى خمسة سلسلة. عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة. أربعة غرز سلسلة حشو تلاتة سلسلة حشو. تلاتة سلسلة حشو تلاتة سلسلة. وحشوف الفراغ الأخير يبقى بقرر نفس الوحدة ديت مرة تانية لحد نهاية السطر هنا هعمل تزايد هنا غرزة واحدة غرزة سلسلة تزايد غرزة واحدة غرزة سلسلة وآخر حاجة بشتغل غرزة سلسلة واقفل السطر في الغرزة الثالثة من سلسلة الارتفاع هخلص السطر العشرين وارجعلكم مرة تانية كده خلصت السطر آخر حاجة اشتغلتها عمود بلفة وبعضيها اشتغل غرزة سلسلة وهقفل السطر في الغرزة الثالثة من سلسلة الارتفاع بغرزة منزلجة السطر الواحد وعشرين هعمل ثلاث غرز سلسلة ارتفاع عندي كده الثلاث عمود بلفة سلسلة الارتفاع هو العمود الاول وهشتغل كمان اتنين عمود بلفة فوق كل غرزة غرزة واحدة بالشكل ده خمس غرز سلسلة هنا هشتغل عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة هنا بعد ما كانوا اربع غرز هيبقوا خمس غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هشتغل في الفراغ الاول حشو وتلاتة سلسلة حشو تلاتة سلسلة حشو وبعديهم كده بقوا فراغين بس بعدهم هشتغل خمس غرز سلسلة وهنا هشتغل عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة وبعديهم خمس غرز سلسلة هشتغل تلاتة عمود بلفة وغرزتين سلسلة وتلاتة عمود بلفة وغرزتين سلسلة تلاتة عمود بلفة اتنين سلسلة تلاتة عمود بلفة وغرزتين سلسلة هكرر بقى نفس الوحدة دي تباقي الوحدات لحد نهاية السطر كده خلصت السطر اشتغلت تلاتة عمود بلفة اتنين سلسلة تلاتة عمود بلفة اتنين سلسلة تلاتة عمود بلفة اتنين سلسلة وبعد آخر اتنين سلسلة قفلت السطر في الغرزة التالتة من سلسلة الارتفاع السطر الاثنين وعشرين هعمل ثلاث غرص سلسلة ارتفاع وهاشتغل اتنين عمود بلفة هنا هاشتغل خمسة غرزة سلسلة عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة خمسة سلسلة غرزة حشو ثلاثة سلسلة وغرزة حشو كده خلاص خلص معي العنقود دوت وبعد يوم خمسة سلسلة هنا هاشتغل عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة بعد كده خمسة سلسلة هنا هاشتغل تلاتة عمود بلفة وفي الفراغ ده هاشتغل تلاتة عمود بلفة هنا هاشتغل اتنين عمود بلفة فوق كل غرزة غرزة بعد كده هاشتغل تلاتة غرزة سلسلة في الغرزة دي اللي انا اشتغلت فيها قبل كده هاشتغل فيها عمود بلفة مرة تانية وهنا عمود بلفة هنا هاشتغل تلاتة عمود بلفة وهنا هاشتغل اتنين عمود بلفة وتلات غرز سلسلة في نفس الغرزة دي هاشتغل مرة كمان عمود بلفة وعمود بلفة في الغرزة اللي بعديها وفي الفراغ هاشتغل تلاتة عمود بلفة وبعد كده اتنين عمود بلفة وتلاتة سلسلة في الغرزة دي اللي اشتغلت فيها قبل كده هاشتغل عمود بلفة مرة تانية وهنا عمود بلفة وهنا تلاتة عمود بلفة وتلاتة عمود بلفة فوق اخر تلات غرز وهقرر تاني نفس الشريحة من اول الخمس غرز سلسلة تلاتة عمود بلفة تلاتة عمود بلفة في الفراغ اتنين عمود بلفة تلاتة سلسلة اتنين عمود بلفة من اول الغرزة اللي في النص وبعد كده تلاتة عمود بلفة في الفراغ اتنين عمود بلفة تلاتة سلسلة اتنين عمود بلفة وتلاتة في الفراغ وتلاتة في الفراغ وتلاتة عمود بلفة تلاتة سلسلة وتلاتة عمود بلفة تاني من اول الغرزة اللي في النص وفي الفراغ ثلاثة عمود بلفها وفوق آخر ثلاثة عموهيد ثلاثة عمود بلف بالشكل ده كده هكرر بقى نفس الشريحة ديت لباقي السطر في كل الأجزاء نفس التكرار خمسة سلسلة عمود بلفها اتنين سلسلة خمسة سلسلة هنا اتنين حشو بينهم ثلاثة سلسلة خمسة وهكرر نفس الجزئية دي مرة تانية لحد نهاية السطر كده انا خلصت السطر اهو بقيلي بس ان انا اشتغل في اخر فراغ ده ثلاثة عمود بلفها اتنين السطر تلاتة وعشرين هشتغل ثلاث غرص سلسلة ارتفاع للسطر وهشتغل اتنين عمود بلفها الجزئية دي اشتغل خمسة غرصة سلسلة هنا هشتغل عمود بلفها اتنين سلسلة عمود بلفها هنا هشتغل في الفراغ ده هشتغل سبع غرص سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وهشتغل غرصة حشو واحدة في الفراغ اللي في النص ده وبعديهم سبع سلسلة هنا هشتغل عمود بلفها اتنين سلسلة عمود بلفها بالشكل ده كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنا هشتغل خمسة غرصة عمود بلفها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اربعة سلسلة هعمل حشو في الفراغ ده وكمان اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة هنا هسيب اول غرزة واخر غرزة وهشتغل خمسة عمود بلفها في النص هسيب الغرزة الاولى ومن الغرزة التانية هشتغل خمسة عمود بلفها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ويفضل عندي غرزة بعديهم هعمل اربعة سلسلة حشو هنا اربعة سلسلة برضو هسيب الغرزة الاولى والغرزة الاخيرة وهشتغل خمسة عمود بلفها في النص بعد كده اربعة سلسلة هنا حشو واربعة سلسلة وفي الآخر هسيب اول تلات غرز ومن الغرزة الرابعة هشتغل خمسة عمود بلفها يعني انا عايز اشتغل اخر خمس غرز هسيب ثلاث غرز والغرزة الرابعة هشتغل خمسة عمود بلفها دي الجزئية اللي هتكرر معي لباقي السطر هقررها بقى في باقي الوحدات من اول الخمسة سلسلة واخر حاجة انا عندي تلات عمود بلفها هشتغل قبليهم غرزتين واقفل السطر في الغرزة التالتة من سلسلة الارتفاع انا هنا محتاجة كمان غرزتين فهشتغل الغرزتين اللي قبل سلسلة الارتفاع على طول هخلص السطر وارجعلكم مرة تانية كده خلصت السطر اخر حاجة هشتغل الغرزتين اللي قبل سلسلة الارتفاع على طول اتنين عمود بلفها وهقفل السطر في الغرزة التالتة من سلسلة الارتفاع بالشكل ده كده السطر الاربعة وعشرين هشتغل ثلاث غرز سلسلة ارتفاع واثنين عمود بلفها بقوا كده تلات عمود بلفها جنب بعض خمسة سلسلة هشتغل هنا عمود بلفها اتنين سلسلة عمود بلفها هشتغل ثلاث غرز سلسلة واحد اتنين تلاتة وهشتغل هنا على طول عمود بلفها اتنين سلسلة عمود بلفها بالشكل ده كده بعد يوم خمس غرز سلسلة هنا هشتغل ثلاثة عمود بلفها خمس غرز سلسلة هنا حشو خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة وهنا هشتغل الثلاث غرز اللي في النص يعني بس يبقى اول غرزة واخر غرزة خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة هنا هشتغل برضو الثلاث غرز اللي في النص عمود بلفها بسيب اول غرزة واخر غرزة خمسة سلسلة غرزة حشو خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة وهشتغل اخر ثلاث غرز يعني بسيب غرزتين ومن الغرزة التالتة بشتغل ثلاثة عمود بلف وهقرر برضو الوحدة الحاد نهاية الساطر بنفس الطريقة من اول الجزئية دي كده خلصت الساطر اخر حاجة هعملها هعمل خمسة سلسلة وهقفل السطر في الغرزة التالتة من سلسلة الارتفاع السطر خمسة وعشرين هعمل غرزتين سلسلة بس ارتفاع للسطر وهشتغل الغرزتين اللي بعد كده تناقص مع سلسال الارتفاع هقفلهم التالتة مع بعض بقفلة واحدة كده يبقى انا عملت تالتة عمود بلفة تناقص وخمسة سلسلة هنا هشتغل عمود بلفة تلات اتنين سلسلة عمود بلفة وهشتغل على طول بدون اي سلسلة هنا عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة وبعطيهم خمس غرز سلسلة بالشكل ده خمس غرز سلسلة هشتغل دول تناقص ودول تناقص ودول تناقص يعني بشتغل التلات عمود مع بعض التناقص بعد كده خمسة سلسلة هنا حشو خمسة سلسلة خشو خمسة سلسلة حشو خمسة ودول هشتغلهم تناقص خمسة سلسلة 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 اشتركوا في القناة هقرر برضو نفس الوحدة لحد اخر السطر كده خلصت السطر واخر حاجة اشتغلت خمس غرص سلسلة وهقفل السطر في الغرزة اللي انا قفلت فيها الثلاث عمويض مع بعض بالشكل ده كده السطر الاخير سطر الستة وعشرين والاخير هشتغل خمس غرص سلسلة وبعد كده في اول غرزة خالص هشتغل غرزة منزاريكو بعد كده هعمل تمن غرص سلسلة في المكان ده كده هشتغل غرزة حشو وبعد كده تمن غرص سلسلة بعد كده هاجي في الغرزة دي هشتغل غرزة حشو خمس غرص سلسلة في الغرزة الاولى هشتغل غرزة منزاريكو حاول اغد طرفين مش طرف واحد تمانية سلسلة هشتغل هنا حشو خمسة سلسلة في الغرزة الاولى اخد طرفين واشتغل غرزة منزاريكو تمانية سلسلة هنا هشتغل حشو خمسة سلسلة في الغرزة الاولى هشتغل منزاريكو تمانية سلسلة هنا حشو خمسة سلسلة في الغرزة الاولى هشتغل منزاريكو تمانية سلسلة هنا حشو بكرر نفس الخطوة بقى باشتغل حشو على طول في الحلقات خمسة سلسلة الغرزة الاولى باشتغل منزاريكو تمانية سلسلة وهشتغل في الحلقة اللي بعد كده ما باشتغلش فوق غرزة التناقص غير في بداية الوردة ديت وفي نهايتها بس اما الغرزتين اللي في النص مش باشتغل فوقيهم باشتغل بس في الحلقات خمسة سلسلة في الغرزة الاولى هشتغل منزاريكو دول كده اربعة غرزة منزاريكو في الغرزة الاولى تمانية سلسلة خمسة سلسلة في الغرزة الاولى باشتغل منزاريكو تمانية سلسلة حشو هنا بكمل بقى بنفس الطريقة ده الشكل النهائي كده للطرف بكمل في الحلقات واخر حاجة باشتغلها فوق غرزة التناقص دي هنا وهنا تمام؟ وبعد كده باشتغل تمانية سلسلة هنا حشو وتمانية سلسلة وهنا حشو وبكرر بقى زي الوردة دي بالزبط باقي الاجزاء دي اخر جزئية في السطر عملت في اخر حلقة وبعد كده هشتغل خمسة سلسلة منزلقة في الغرزة الاولى وتمانية سلسلة والغرزة الاخيرة بتبقى في غرزة التناقص هعمل غرزة منزلقة عشان اقفل السطر وهعمل غرزة سلسلة عشان اشطى بطرف الخيط وهقس هسيب جزئية بسيطة بس عشان اشطى بالطرف كده بيكون المفرش خلص كله طبعا هو لم يتغسل الطرف او السطر الاخير ده هيتفرد او ممكن نكوي على قماشة لان هو فيك شيكش كتير كده فلازم يتفرد طبعا المياه لو غسلنا ونشرناه بميته الاطراف دي هتتفرد من غير ماكو عايز اوريكو عرض المفرش ده الطرف النص اهو ستة وعشرين سنتي يعني اتنين وخمسين سنتي بالزبط عرضه هو عدد سطوره كتير ولكن مفرش سهلا مفوش اي مشكلة يارب يكون عجبكو لو عجبكو ما تنسوش تعملو لايك للفيديو وتشايروه قدر الامكان واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة